أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق النوت والحياة ليبلوهم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاق فارجع البطر هل ترى من فطور ثم ارجع البطر فرتين يميقلب إليك البطر قاسئا إليك البطر قاسئا وهو عسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح سماء الدنيا بمصابيح واجعلناها رجوما للشياطين وأعتذنا لهم عذاب السعير وللذين كفوا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شريقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها قوج سألهم قزنتها سألهم قزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصعير فاعترقوا بذنبهم فسحبا لأصحاب الصعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة بالغيب لهم مغفرة وهو أجره كبير وأسروا قولكم لو اجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو الحقيق الخبير وهو الذي جعل لكم الأرض الأدولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم آصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين دين من قبلهم فكيف كان مكير أولم يروا بالطير قوقهم صافات ويقبروا ما يمثقهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون أولى في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزق بل لجوه بعثوي ونقور أفمن يمسي مكبا على وجهه أهدا أم من يمسي أبيا على أخلاق مستقيم قل هو الذي أنسأكم وجعلهم السمع والأخصار والأخذة قليلا مما تشكون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذيره مبين فلما رأوه ذو الفتاة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به أدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو يعمنا فمن يجير الخافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمننا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء مين بسم الله العمان الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوته فارجع البطر لترى منه فطور ثم ارجع البطر ثرتين يمي قلب إليك البطر قاسع وهو حسير ولقد زيننا سماء الدنيا بمطابيح سماء الدنيا بمطابيح وادعناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفوا بربهم عذاب جمعنا وبئس النصير إذا ألقوا فيها سمعنا شهيقا وهي تخور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم قزنتنا ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما مزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترقوا بذنبهم فسحبا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة بالغيب لهم مغفرة وهو أجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو الخليق الخبير وهو الذي جعل لكم الأرض الأدولى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم آصبا فستعلمون كيف ندير ولقد كذب الذين بهم قبلهم فكيف كان مكير أولم يروا بالطير قوقهم صافاتهم ويقبضوا ما يمثقهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون أولى في غرور أمن هذا الذي يرسقكم إن أمسك رزق بل لجوا في عدوي ونقول أفمن يمسي مكفا على وجهه أهدا أم من يمسي أبيا على أفلاق مستقيم قلوا الذي أنسأكم وجعلكم السمع والأغفار والأفئدة قليلا إلا مما تشكون قلوا هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذيره مبين فلما رأوه ذو البتا سيئت وجوه الذين كبروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو يعمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمننا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلالهم مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق النوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع الجفر ثرتين يميقلب إليك البطر قاسئا إليك البطر قاسئا وهو أسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح سماء الدنيا بمصابيح واجعلناها رجوما للشياطين وأعتذنا لهم عذاب السعير ولذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعنا شريقا وهي تفور تكادت من يز من الغيظ كلما ألقي فيها قوج سألهم قزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحطا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة بالغيب لهم مغفرة وهو أجره كبير وأسروا قولكم أو اجروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو الوطيق الخبير وهو الذي جعل لكم للأرض الأرولى فامشوا في مناكنها وقوم الرزق وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم آصبا فستعلمون كيف ندير وَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ دِينَ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ كِيرٍ أَوَلَمْ يَرَوْا بِلَى الصَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِغُوا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِيْهُ وَجُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِوْلَى فِي غُرُورِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِيْهِ يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْبَ بَلْ لَقْجُهُ فِي عُدُوْي وَنُقُورِ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي قُلُوا الَّذِي أَنْسَأَكُمْ وَجَعَلَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَوْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مِنْ مَا تَشْكُرُونَ قُلُوا الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَى سِيئَتْ وُجُوبُ الَّذِينَ كَبَرُوا سِيئَتْ وُجُوبُ الَّذِينَ كَبَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَزَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ لِيَ اللَّهُ وَمَا هُمْ مَعِيَ أَنْ يَعْقِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَابِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّنَّا بِهِ وَإِنْ أَوَكَّلْنَا فَسَتْعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَورًا مَاءُكُمْ غَورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَنْ صدق الله العظيم